اعلنت وزارة الصحة ان مجموعة من اخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا في مملكة البحرين حتى مساء امس الجمعة قد بلغ 292.917 شخصا وقد تبين من الاحصاء الرسمي للفريق الوطني ان عدد حالات التطعيم ليوم امس بلغ 2814 حالة التطعيم هذا ودعت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين للمساهمة في الجهود الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك بالمبادرة في اخذ التطعيم حيث وفرت المملكة خمسة لقاحات امنة ومعتمدة وذلك في سبيل الحفاظ على سلامة المجتمع